أهلا أحبائي يقول الكتاب إنما دعيتم للحرية وهذا طبعا بيتناسب مع الموضوع اللي بنتكلم فيه وتعرفون الحق والحق يحرركم وطبعا هذا كان كلام المسيح مع اليهود في منطقة الهيكل في بعد عيد المظال وعم بحاول يشرح حقائق كتير كتير مهمة وطبعا المسيح يتكلم مع اللي آمنوا به قال لهم إن ثبتتم في كلامي لكن لاحظ في هذا الحديث اللي منشوفه في بشارة يحن الإصحاح 8 كان اعتراض اليهود إننا لم نستعبد قط وطبعا هم يتكلموا عن الحرية السياسية اللي ربطوها في الحرية الدينية وكم من الأديان التي تربط السياسة بالدين وبالأحرى في كتير يعني غزوات سياسية أو فتحات سياسية حتى تكون مقبولة ومسيسة للناس لابد أن تغلف بغلاف الدين أو مظاهر التدين الخارجي مع أنه أصحاب هؤلاء الغزوات مش بالضرورة حتى يكونوا مؤمنين في نفس الدين شيء غريب وشيء عجيب نفس الإنسان هي نفس الإنسان الخطاءة الأمارة بالسوء قديما وحديثا موسيقى موسيقى